أحبابي طلاب الصف الثاني السهنوي أهلاً بيكم في فيديو جديد معكم مصطفية مجدي على قناة مستر أيمن بدر لتعليم اللغة الإنجليزية هناخد مع بعض إن شاء الله سلسلة من الامتحانات النهائية من بوكلتاي كتاب المعاصر كمان كتاب الجيم وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب القناة علشان يوصلكوا بكل جديد يلا بينا نبدأ حلنا ونهارده إن شاء الله هنحل مع بعض محافظة القليوبية والشرقية والمنوفية تعالوا نبدأ بأول محافظة معنا نمبر 1 عمال الإنقاذ أظهروا إيه ملحوظ في التعامل مع المواقف الصعبة الاجابة الصحيحة هي الإجابة الصحيحة هنا هي دي هاد ليه اخترنا هاد ما اخترناش اف؟ لأن احنا عندنا بعد الفاعل هاد وهاد دي تصريف تالت طيب لو كنا اعتبرنا إنها مثلا ماضي بسيط واخترنا اف كان من المفترض إن جواب الشرط يكون ود والمصدر بس هو هنا ودهاب والتصريف التالت فإيه اللي يحل محل اف؟ يحل محلها هاد فاعل ثم التصريف الثالث 3 In the future في المستقبل I think we space electric cars عايز أقول في المستقبل أعتقد إن احنا هنقوم بنقود سيارات كهربائية عندنا in the future وبالتالي دي دل على المستقبل المستمر هنختار هنا سي will be driving 4 What a wasteful lady يا لها من سيدة مسرفة She space more meat She had a lot in the fridge هي ايه؟ مزيد من اللحم هي تمتلك الكثير في استلاجة نفهم من الكلام الفعل وقع ولا لم يقع؟ لأ وقع وبالتالي هنختار بـ needn't have bought لم يكن من الضروري أن تشتري 5 This advertisement will help boost the sales هذا الإعلان سيساعد في رفع أو زيادة المبيعات Boost here is the synonym of space Boost هنا هي مراضفة لي Promote يعزز أو يرقي أو يزيد Increase يزيد Fail يفشل A and B الإجابة الصحيحة هي D A and B 6 The bus was too crowded الحافلة كانت مزدحمة جدا I didn't find the space for us أنا لم أجد A لنا Room مساحة أو فراغ A room حجرة Region منطقة Area منطقة الإجابة الصحيحة هي A Room 7 There isn't space mountain in the world than Everest عندنا than وبالتالي دي مقارنة إيه المقارنة من high الإجابة الصحيحة هي C A higher وخدنا A higher عشان mountain اسم يعد يبقى يزن نقول لا يوجد جبل أعلى من Everest في العالم 8 The old man's daughter is very cruel to him ابنة الرجل العجوز قاسية جدا عليه So he hopes that she will have a taste of her own space in the future لذا هو يأمل أن تتزوق أو تشرب من نفس الكأس في المستقبل طبعا من قبل ما نقول الاختيارات The expression بيكون محفوظ على بعضه How this guy is تنكر Medicine دواء Discipline انضباط Behavior سلوك أو تصرف الإجابة الصحيحة هي B Medicine ويأتي بريشان على بعضه A taste of Hair Own Medicine يعني تزوق من نفس الكأس 9 I'd rather use base early أنا أفضل أو كنت أفضل إنك إيه؟ مبكرا عندنا would rather بعدها الفاعل إذن بنختار مواضي بسيط ونختار إيه؟ slip كنت أتمنى لو أنك نمت مبكرا 10 Football is an outdoor game كرة القدم هي لعبة خارجية But basketball is played space ولكن كرة القدم تلعب Indoor داخلي Outdoor خارجي Outdoors في الخارج Indoors في الداخل الإجابة الصحيحة هي D Indoors ولكن كرة السلة تلعب في الداخل ليه اخترنا Indoors؟ لأن احنا بنصف الفعل بلايد وبالتالي احنا عايزين ظرف وليس صفة 11 Teachers often instruct their students to spend the best use of their time عايزين نقول أن المعلمين غالبا ما يأمروا أو يرشدوا طلابهم عايزين نقول أن يستغلوا وقتهم بأفضل شكل يبقى ده شيء حسن أمر حسن وبالتالي هناخد to والمصدر يبقى to make the best use 12 Our geography teacher Never smiles and has a permanent space معلم الجغرافية لا يبتسم أبدا ولديه إيه دائم إيموجي رمز تعبيري فراون عبوس أو تجهم تون نبرة صوت لاف ضحق الإجابة الصحيحة هي بي فراون 13 Schools is based to provide an excellent education for all students إذن نقول أن المدارس من المفترض أنها توفر تعليم ممتاز لكل الطلاب الإجابة الصحيحة هي A R meant 14 Space walking is useful I'll practice it الإجابة الصحيحة هنا هي D F ليه أخدنا F ماخدناش in case of ولا without لأن عندنا في الجملة فعل اللي هو is 15 I feel terribly sick today أنا أشعر بمرض رهيب اليوم I space fast food yesterday It was a wrong decision لقد كان قرار خاطئ هنا أبعبر عن كان يجب أن لا يفعل الشيء ولكنه فعل الإجابة الصحيحة هي C shouldn't have eaten كان يجب أن لا أأكل طعام سريع بالأمس ساعة بعد كده نشوف القطعة Reading stimulates your mind القراءة تحفز عقلك It's like a workout for your brain فهي مثل تمرين لعقلك When people get old Their muscles begin to deteriorate فعندما يكبر الإنسان تبدأ عضلاته بالتظاهر أو الإنخفاض They get weaker and their strength leaves them ويضعفون وتبدأ قوتهم بالذهاب Exercise can prevent their loss التمرينات يمكن أن تمنع الخسارة أو خسارتهم The same thing happens to people's brains when they get older ويحدث نفس الشيء لأدمغة الناس عندما يكبرون Brain power and speed decline with age فقوة وسرعة العقل تنخفض مع السن Reading strengthens your brain and prevents these declines فالقراءة تقوي العقل وتمنع هذا التراجع Reading can make you a more powerful person ويمكن للقراءة أن تجعلك شخص أكثر قوة You can learn to do new things by reading فيمكنك أن تتعلم القيام بأشياء جديدة من خلال القراءة Do you want to make video games? هل تريد أن تقوم بعمل ألعاب الفيديو? Do you want to design clothing? هل تريد أن تصمم الملابس? Reading can teach you all this and more يمكن للقراءة أن تعلمك كل هذا وأكثر Read everything that you can at school Whether it is interesting or not اقرأ كل ما تستطيع قراءته في المدرسة سواء كان ممتعا أو مثيرا للاهتمام أم لا Reading expands your vocabulary فالقراءة توسع أو تزيد من مفرداتك Even a boring text can teach you new words وحتى النص الممل يمكن أن يعلمك كلمات جديدة Having a larger vocabulary will help you better express yourself وبامتلاكك مفردات أكبر سيساعد كذلك على التعبير عن نفسك بشكل أفضل You will be able to speak, write and think more intelligently وستكون قادر على أن تتحدث وتكتب وتفكر بذكاء أكثر What's boring about that? ما هو الممل في ذلك? Don't just discount a text because it's unfamiliar to you لا تتجاهل النص لمجرد أنه غير مألوف بالنسبة لك Each time you read You are supposed to new ideas perspective ففي كل مرة تقرأ فيها ستتعرض لأفكار ووجهات نظر جديدة Reading can change the way that you understand the world ويمكن للقراءة أن تغير الطريقة التي تفهم بها العالم It can give you a broader perspective on things ويمكن أن تمنحك منظور أوسع للأشياء It can make you world liar ويمكن أن تجعلك أكثر عالمية You can learn how people live in faraway places فيمكن أن تعلمك كيف يعيش الناس في أماكن بعيدة You can learn about cultures different from your own ويمكنك أن تتعلم عن ثقافات مختلفة عن ثقافتك Reading is good for your state of mind والقراءة مفيدة لحالتك الذهنية أو العقلية It has a calming effect ولها تأثير مهد It can lower your stress levels and help you relax ويمكن أن تخفض مستويات التوتر لديك وتساعدك في الاسترخاء You can escape from your troubles for a moment when you read and it's a positive escape ويمكنك حتى الهروب من مشاكلك للحظة أو لوقت عندما تقرأ وهو هروب إيجابي The benefits of reading can't be counted لا يمكن عد فوائد القراءة So do yourself a favor لذا أسدي لنفسك معروف The next time you get a reading assignment Take as much as you can from it وفي المرة القادمة التي يكون لديك واجب قراءة خذ منها قدر ما تستطيع Squeeze it for every drop of knowledge that it contains وعصرها لتستخرج كل قطرة من المعرفة تحتويها Then move on the next one ثم انتقل للنص التالي هروب مع بعض نشوف الأسئلة What prevents the deterioration of the muscles ما الذي يمنع تدهور أو انخفاض العضلات الإجابة الصحيحة هي A. Exercise التمرينات 2. What do you think the underlined word perspective means ما الذي تعتقد هو معنى الكلمة التي تحتها خط perspective الإجابة الصحيحة هي B. Viewpoints وجهات نظر 3. Reading can do you a favor Throw positive space القراءة يمكن أن تزدي لك معروف من خلال إيه إيجابي الإجابة الصحيحة هي A. Scabism Chrome 4. When you learn how people of different cultures from your own love you will be space حينما تتعلم كيف يعيش الناس ذوي الثقافات المختلفة عنك فأنت ستكون الإجابة الصحيحة هي 5. The best title for the passage is space أفضل عنوان للقطعة هو الإجابة الصحيحة هي B. Some merits of reading بعد مميزات القراءة 6. Why does the author believe that reading is good for your mind state لما تعتقد أن الكاتب يؤمن بأن القراءة جيدة لحالتك العقلية الإجابة الصحيحة هي D. All of these كل ما ذكر 7. Which basically precedes the author's main purpose in writing this text أي من التالي يعبر بشكل أفضل عن غرض الكاتب الرئيسي لكتابة هذا النص الإجابة الصحيحة هي B. Is teaching people how to become better readers هو يعلم الناس كيف يصبحوا كراء أفضل 8. Which of the following isn't one of the author's main points أي من التالي ليس واحدا من نقاط أو وجهات نظر الكاتب الرئيسي الإجابة الصحيحة هي D. Reading helps you perform on tests and get into better schools أن القراءة تساعدك أن تؤدي بشكل أفضل في الامتحان وتدخل مدارس أفضل تعال بعد كده لي الترانزليشن You must pay regular visits to your fizzy session at least once every six months That's necessary to make sure that everything is right الإجابة الصحيحة هي B. يجب أن تقوم بزيارات منتظمة لطبيبك ولو لمرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر وهذا ضروري للتأكد من أن كل شيء على ما يرام الخطأ في A هو تدفع والخطأ في B هو تدفع والخطأ في D هو تدفع بل ترانزليشن من عربي الإنجليزي الحياة هي أكبر مدرسة نتعلم فيها فكل موقف نمر به يترك فينا أثرا لا يمحى وكلما نتعلم كلما نكون أفضل في مواجهة التحديات الترجمة الصحيحة هي A. Life is the largest school in which we learn Every situation we go through leaves an eternal effect to us and the more we learn the better we are at facing the challenges الخطأ في B هو Where وقبنا معها إن الخطأ في C هو throw والخطأ في D هو affection تعال بعد كده نشوف القصة Number one If you were king Lear Would you do as he did Why and why not لو كنت مكان الملك Lear هل كنت ستفعل مثل ما فعل هنقوله no لا He took a foolish decision هو اتخذ قرار أحمق and let himself be tricked وترك نفسه ليتم خداعه Why do you think poor tom didn't tell king Lear who he really was لما تعتقد أن Poor tom لم يخبر الملك Lear عن من هو حقا He might be worried that king Lear will tell his father about him ربما كان قلقا من أن الملك Lear سيخبر والده عنه أو بشأنه Three Do agree Kent gave a good example of honesty and faithfulness and how هل تتفق أن كنت أعطى مثالا جيدا للأمانة والإخلاص وكيف هنقوله yes نعم He was honest and defaced the king with his mistakes هو كان أمينا وواجه الملك بأخطار He disguised himself to save him and gave him good advice وتنقرا وأعطى الملك نصيحة جيدة كما أنه خدم هنقوله yes نعم He was honest and defaced the king with his mistakes هو كان أمينا وواجه الملك بأخطار He disguised himself to serve him كما أنه تنقرا ليخدمه and gave him good advice وأعطاه نصيحة جيدة أما بالنسبة للبراجرافات فزي ما بنوح عليكم في كل فيديو موجود عدد كبير جدا من البراجرافات على القناة لأهم موضوعات المنهج تقدروا تتفرجوا عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب السنوية العامة والسنوية الأزهرية استرريني النهاردة بالاشتراك مع ميس صفية مجدي نحن نعلن عن خطة العمل بتاعتنا لعام 2024 و2025 تعالوا نشوف يا جماعة عندنا إيه أول حاجة هنبدأ به فيديوهات في التأسيس مشغالين شغلة عالي جدا على regular and regular service وعني جماعة أجزاء الكلام وكمان على السنانوم والأنتنوم والبريفيكس والصافيكس محافظة الشرقية نمبر بوم الشركة تحتاج أن تجد طرق لإيه مستوى الثقة لدى أو في هيئة عامليها boost يعزز أو يزيد defect عيب أو خلل damage يتلف neglect يتجاهل الإجابة الصحيحة هي إيه؟ boost لتعزز أو تزيد مستوى الثقة العملية الجراحية سوف إيه؟ تجرى تحت التخدير الإجابة الصحيحة هي C have to be لأن العملية عايزين نقول سيقوم من الضروري أن تجرى فهنا بنانيها للمجهول 3 food space must go in line with the number of population إيه الطعام؟ يجب أن يتماشى أو يتوافق مع عدد السكان activity نشاط production إنتاج work عمل market سوق الإجابة الصحيحة هي B production food production إنتاج الطعام 4 I am afraid his state is going from bad to space أخشى أن حالته من سيء لي عايزين نقول أسوأ وبالتالي دي مقرنا الإجابة الصحيحة هي C where's 5 teachers who think out of the box are space المعلمون الذين يفكرون خارج الصندوق يكونوا discoverers مكتشفين explorers مستكشفين innovators مبتكرين أو مبدعين tailors خياطين الإجابة الصحيحة هي C innovators يكونوا مبتكرين أو مبدعين 6 أحمد the wife is pregnant زوجة أحمد حامل she is space a baby soon هي A طفل قريبا قلنا لما نلاقي كلمة pregnant إذن إحنا بنتكلم على المستقبل القريب am أو is أو are going to زائد المصدر وبالتالي هنختار B is going to have 7 the more effort you make the space markets you will get كلما بذلت مجهود أكثر عايزة نقول كلما حصلت على درجات أعلى دي كانت عندنا the more the more the less the less the صفة er the صفة er قاعدة كلما كلما في درس الصفات وكنا بنقول إن أي واحدة من اليمين تيجي مع أي واحدة من الشمال العادي وبالتالي إحنا هناخد هنا higher فهنا جبنا the more والنحية التانية جبنا the صفة er 8 she changed her space to black morning the palestinian victims هي غيرت صورة إيه الخاص بها للأسود حداداً على الضحايا الفلسطينيين ألبوم الألبوم كاميرا الكاميرا shape شكل profile ملف شخصي الإجابة الصحيحة هي d profile غيرت صورة ملفها الشخصي 9 if I had used clothes إذا كان لدي أو إذا كنت أمتلك ملابس مستعملة I paid them two charities أنا إيه للجمعيات الخيرية ناخد بالنا إن ده هاد ماضي بسيط ويزد هنا صفة وبالتالي هنختار a would give لأن فعل الشرط عندنا ماضي بسيط وبالتالي جواب الشرط would والمصدر يبقى إذا كنت أمتلك ملابس مستعملة أنا كنت سأتبرع بهم للجمعيات الخيرية ten we didn't have a test today نحن لم يكن لدينا اختبار اليوم so I space for it last night لذا أنا إيه له الليلة الماضية هايزن نقول لم يكن من الضروري أن أراجع له وبالتالي هنختار c needn't have revised eleven he used to space with his friends at a cafe playing chess هو اعتاد أن ايه مع أصدقاؤه في المقهى للعب الشطراند عايزين نقول اعتاد أن يخرج مع أصدقاؤه ده كان expression على بعض يكون محفوظ والإجابة هنا هي hang out 12 buy 2026 the government space a metro line from Cairo to the 10th of Ramadan city عندنا buy ووراها مدة في المستقبل وبالتالي دي دل على المستقبل التام فعل سيكون قد تم بحلول وقت معين في زمن المستقبل وبالتالي هنختار d will have constructed يبقى بحلول عام 2026 الحكومة ستكون قد أنشأت خط متر من القاهرة لمدينة العاشر من رمضان 13 what is base do in a situation like this ما الذي من المفترض أن نفعله في موقف مثل هذا الإجابة الصحيحة هنا هي are we supposed to لأن إحنا عارفين إن هي be supposed to ولكن لما يكون عندنا سؤال إحنا بنفس الverb to be عن supposed to بالفاعل 14 the team has no other space but to win the match الفريق ليس لديه آخر إلا أن يفوز بالمباراة prefer تفضيل caption تعليق option اختيار choose يختار الإجابة الصحيحة هي c option ليس لديه خيار آخر 15 he wishes he space harder when he was at school أعيز نقول أنه يتمنى لو أنه درس بجد أكثر عندما كان في المدرسة قلنا لما يكون عندنا wishes وراها فاعل وعندنا جملة تدل على الماضي إذن هنا هنختار ماضي تام وبالطلع هنختار هاد صدد كان يتمنى لو أنه ذاكر تعالوا بعد كده نشوف مع بعض القطعة On a cold day winter في يوم بارد من أيام الشتاء a woman was walking home when she noticed a snake lying on the other side of the road كانت امرأة تسير عائدة إلى منزلها عندما لاحظت ثعبان ملقى على الجانب الآخر من الطريق It was hardly moving and he was dying of cold وكان بالكاد يتحرك وكان من الواضح أنه يموت من البرد The woman being kind hearted took off her scarf wrapped the snake up in it and went home وكانت المرأة طيبة القلب فخلعت وشاحها ولفت به الثعبان وذهبت إلى منزلها There she put the snake wrapped it in the scarf next to the cooker where it would get warm and start showing signs of life وهناك وضعت السعبان وغطته بوشاحها قريباً أو بجوار البتجاز حيث حصل على الدف وبدأ يظهر علامات الحياة أو بدأ يظهر علامات أنه حي Slowly the snake's body became warm and it lifted the scarf and started exploring the kitchen وببط أصبح جسد الثعبان دافئاً وترك الوشاح وبدأ في استكشاف المطبخ Looking for something to eat باحساً عن شيء يأكله The woman found some food for it and the snake which was very hungry quickly finished all the food المرأة وجدت بعض الطعام له والصعبان الذي كان جائع جداً بسرعة أنهى كل الطعام Returned to the scarf next to the cooker and went to sleep عائداً إلى الوشاح بجوار البتجاز ونام The days went by the snake fully recovered ومرت الأيام وتعافى الثعبان بشكل كامل The weather remained cold بقي الطقس بارداً So the woman hadn't the heart to put the snake outside again المرأة لم يطاوعها قلبها أن تضع الثعبان خارجاً مرة أخرى She got used to having the snake around and taking care of it واعتادت على أن يكون الصعبان حولها أو في جوارها واعتند به One day when the woman was busy cooking her lunch a pain shot through her leg and she dropped the pan of oil she was holding وفي أحد الأيام بينما كانت المرأة مجغولة بتحضير غذائها أصابها ألم شديد في صاقها وأسقطت مقلات الزيت التي كانت تحملها She looked down at her foot and saw two small holes نظرت إلى الأسفل إلى قدمها ورأت فقبين صغيرين The snake had bitten her لقد لدغها الثعبان She turned to the snake and cried التفتت إلى الثعبان وصاحت How could you bite me when I have always been so good to you Now I'm going to die وأخبرته كيف استطعت أن تلدغني بينما كنت دائما جيدة تجاهك الآن أنا سأموت The snake seemed to smile at her as it replied You knew I was a snake when you brought me here So why are you complaining now وبدأ الثعبان مبتسما وهو يجيبها لقد كنتي تعرفين أني ثعبان عندما أحضرتني لهنا لذا لما تشتكينا الآن Number one The woman took the snake home because she's based أخذت المرأة الثعبان للمنزل لأنها إيه؟ الإجابة هي Be felt sorry for it شعرت بالأسى عليه Two The underlined word exploring means الكلمة التي تحتها خط exploring تعني الإجابة الصحيحة هي إيه؟ searching يبحث يستكشف Three The snake bit the women because it's based الثعبان لضغ المرأة لأنه الإجابة الصحيحة هي إيه؟ It was the snake's nature لأنها طبيعة الثعبان Four When the women found the snake It was space عندما وجدت المرأة الثعبان كان الإجابة الصحيحة هي C Nearly frozen تقريبا متجمد Five The woman is based the snake Four Biting her المرأة إيه؟ السعبان على لضغه لها الإجابة الصحيحة هي C blamed لمته Six It was hardly moving means space كان بالكادي يتحرك تعني الإجابة الصحيحة هي Be Almost not moving تقريبا لا يتحرك Seven The snake was space to the woman الثعبان كان اهتجاه المرأة الإجابة الصحيحة هي D Ungrateful كان جاحدا أو غير ممتن Eight The woman was space when she decided to keep the snake المرأة كانت ايه؟ عندما قررت أن تربي الثعبان أو أن تحتفظ بالثعبان الإجابة الصحيحة هي كانت مخطئة To the correct Arabic translation If you want to achieve more success in life you will need a lot of determination So If you fail at the beginning never lose hope or give up الترجمة الصحيحة هي C إذا كنت ترغب في تحقيق المزيد من النجاح في الحياة أنت في حاجة إلى الكثير من التصميم لذا إذا فشلت في البداية لا تفقد الأمل أو تستسلم أبدا الخطأ في A واطلب نصيحة الآخرين الخطأ في B المجهود والخطأ في D عندنا المزيد والمزيد وعندنا الصبر To the correct English translation تتمتع الكثير من النساء بقدرة أفضل من الرجال على تربيات الأطفال لما يحظين به من صبر وحنان غريزي الإجابة الصحيحة هي D A lot of women have a better ability than men to bring up young children because of their instinctive patience and tenderness الخطأ في A هو all children والخطأ في B هو young والخطأ في C هو strength تعالوا بعد كده نشوف القصة number one what do you think كورديليا felt on her leaving for France and why ما الذي تعتقد أن كورديليا شعرت به عندما كانت تغادر لفرنسا ولماذا أعتقد أنه كان لديها مشاعر مختلطة كانت حزينة لأنها فقدت والدها ووطنها she was happy to find a man who really loved her وكانت سعيدة بأنها وجدت رجل يحبها حقا هل تعتقد أن كنت استحق أن يتم طرده أعطينا سببا لإجابتك هنقوله no he was honest لقد كان أمينا and disguised himself to serve the king وتنقر ليخدم الملك some people love sweet words more than actions بعض الناس يحبون الكلام العذب أكثر من الأفعال do you agree هل تتطفق justify your answer according to king lear فسر أو برهن على إجابتك وفقا لمصرحية الكنجلير هنقوله ياس نعم king lear decided to divide his kingdom on the basis of sweet love words فالملك لير قرر أن يقسم مملكته بناء على كلمات الحب العذبة شغالين شغلة عالي جدا على شرح القصة بتاعت أولى وتانية وتالتة سنوي تلخيص الفصل باللغة الإنجليزية والعربية قراءة الكلمات الخاصة بكل فصل وقراءة النص كاملا ثم عرض أسئلة بتشرح الفصل تفصيليا محافظة المنوفية number one a good diet can help to support your space النظام الغذائي الجيد يمكن أن يساعد في أن تدعم سل خلية immune system جهاز المناعة weakness ضعف healthy صحي الإجابة الصحيحة هي be immune system في أن تدعم أو تعزز جهازك المناعي two every year families get space to celebrate thanksgiving في كل عام العائلات عايزين نقول تتجمع لتحتفل بعيد الشكر طبعا ده exhibition محفوظ كانت get ايه يا شباب كانت get together يتجمع أو يتقابل three there is a wide space of crops to grow in our land يوجد ايه واسع أو كبير من المحاصيل لتزرع في أرضنا very يتنوع various متنوع variety تشكيلة variable متغير الإجابة الصحيحة هي c variety يوجد تشكيلة أو تنوع كبير من المحاصيل four a h c is space for athletic heart center عايزين نقول ان a h c بتشير الى مركز القلب الرياضي short مختصر stand يقف from معناها من abbreviate اختصار الإجابة الصحيحة هي be stand ناخد بالنا على بعضها stand for the expression بيتحفظ كده stand for يعني يشير الى five the word mission synonym to space كلمة mission اللي معناها مهمة هي مراضفة لي session جلسة profession وظيفة test اختبار task مهمة الإجابة الصحيحة هي the task six don't space your work do it immediately لا ايه عملك كن به فورا أو حالا pile يكوم أو يكدس pale شاحب bail رزمة أو كومة ball كرة الإجابة الصحيحة هي a pile لا تكوم أو تكدس عملك seven security rules space in petrol stations إجراءات السلامة يجب ايه في محطات البنزين عايزة نقول يا اما يجب أن تتبع يا اما يجب اللا تكسر أو تخالف هنبص في الاختيارات مش هنلاقي عندنا غير دي هي اللي تنفع mustn't be broken لأن هنا الجملة مبنية للمجهول eight tamer and shrieff are twins tamer و shrieff توأم tamer is space shrieff يبقى tamer ايه شريف ما إنهم توأم إذن هم في نفس العمر وبالتالي ده تساوي كنا بنعمل التساوي ازاي عندنا في الاختيارات as old as كنا بنعملوا ب as الصفة as nine four space details you can contact the principal لإيه تفاصيل يمكنك أن تتواصل مع المسؤول further أبعد further إضافي for بعيد farthest الأبعد الإجابة الصحيحة هي be further for further details عايزين نقول لتفاصيل أكثر أو لتفاصيل إضافية thin once you take a nap you space a lot better هايزين نقول بمجرد أن تأخذ قيلولة أنت ستشعر بتحسن كثير أو بالكثير من التحسن once ده رابط جاي بعضه مضارع بسيط وإحنا قلنا الروابط يأتي بعدها مضارع بسيط أو مضارع تام بشرط أن يكون الفعل الآخر في المستقبل عندنا إيه من المستقبل عندنا إيه will feel ستشعر eleven I should have obeyed my mother كان يجب أن أطيع أمي this sentence expresses space هذه الجملة بتعبر عن إيه قلنا لما يكون عندنا should have بلاصي البيبي دي بتعبر عن الندم وبتالها نختار C regret twelve علا shouldn't have eaten more rice علا لم يكن عليها أن تأكل مزيدا من الأرز this means that she's based هذا يعني أنها إيه؟ قلنا كان يجب أن لا يفعل الشيء ولكنه فعل يبقى فعلت وبالتالي هنختار B did ده معناه أنها عملة thirteen غاليليو إذن نقول إن غاليليو من المفترض أنه اخترع التليسكوب سبوز يأتي بعدها to have بلاص البيبي لتعبر عن أن الفعل قد تم وبالتالها نختار C to have invented fourteen at eleven a.m. tomorrow مروى space and exam في الحادية عشر صباحا غدا مروى A في الامتحان عندنا آت وراها مدة في المستقبل إذن دي دال على المستقبل المستمر ليه اخترنا F ما اخترناش in case of ولا without مع إن عندنا بعد النقاط I-N-G هاولك لأن الجملة بتحتوي على فاعل وبالتالي ما ينفعش نجيب لو ذاوت ولا in case of لأن جملتهم لا تحتوي على فاعل Read the following passage then choose the correct answer You don't need to look back twenty years to realize the tremendous developments in science and technology and how these advances are changing the lifestyle of millions of people all over the world لا تحتاج إلى النظر إلى الوراء عشرين عام لتدرك التطورات الهائلة في العلوم والتكنولوجيا وكيف أن هذه التطورات تغير نمط أو أسلوب الحياة لملايين الناس حول العالم أو في جميع أنحاء العالم Although the TV and the video were there in those days وعلى الرغم من أنه كان التلفزيون والفيديو موجود في تلك الأيام no one had heard then of those wonderful remote control units that turn the equipment on and off helping us to choose our entertainment with the least physical effort إلا أنه لم يسمع أحد حين ذلك الوقت عن وحدات التحكم عن بعد الهيريموت الرائعة التي تقوم بتشغيل وإيقاف المعدات لمساعدتنا في اختيار طرفيهنا أو متعتنا بأقل جهد بدني كما أن هناك العديد من التأثيرات الأخرى للتكنولوجيا التي جعلت حياتنا أكثر راحة You no longer worry about washing the dishes فأنت لم تعد عليك أن تقلق بشأن غسل الأطباق Your dish washing machine can take care of that فغسالة الأطباق يمكن أن تعتني بذلك If you want a hot meal وإذا كنت تريد أكبر ساخنة You just pop your food into the microwave oven عليك فقط أن تضع طعامك في فرن الميكرويف Passenger planes flying non-stop to different parts of the world and their pilots can find time to relax as the computers do most of the hard work of them وتطير طائرات المسافرين أو الركاب بلا توقف إلى أجزاء مختلفة من العالم كما يمكن للطيارين أن يجدوا وقت للإسترخاء بينما تقوم أجهزة الكمبيوتر بمعظم العمل الشاق بدلا منهم This all leaves people more time to enjoy themselves وهذا كله يترك للناس وقت أكثر ليستمتعوا بأنفسهم and it also explains the remarkable current progress in the ledger industry كما أنه أيضا يفسر التقدم الملحول في صناعة الترفيه الحالية Ledger today is big business صناعة الترفيه اليوم أصوحت تجارة ضخمة أو عمل ضخم Just read the advertisement in your newspaper You just want to believe the variety فما عليك إلا أن تقرأ الإعلان في جريدتك ولن تصدق التنوع You will find something to fit all incomes and tastes As robots can take over the work of people in industry كما أن الروبوتات أصبحت تتولى عمل الناس في الصناعة Communications across the world have become faster والتواصل عبر العالم أصبح أسرع And while technology continues to create ways of persuading us to work less and enjoy ourselves more ومع استمرار التكنولوجيا تبتكار طرق لإقناعنا بالعمل بشكل أقل والاستمتاع بشكل أكثر So the ledger industry will play a far more important role in the lives of us all فإن صناعة الترفيه ستلعب دور أكثر أهمية بكثير في حياتنا جميعا Number one The passage is mainly about the space of modern technology الفقرة بشكل رئيسي تتحدث عن إيه للتكنولوجيا الحديثة الإجابة الصحيحة هي إيه مرد مميزات Two Modern technology has made our life space التكنولوجيا الحديثة جعلت حياتنا الإجابة الصحيحة هي بي comfortable أكثر راحة Three Tremendous in the first line means space كلمة ترمندous في السطر الأول تعني الإجابة الصحيحة هي Steve very big كبير جدا Four Due to modern technology The lifestyle has changed space وفقا للتكنولوجيا الحديثة نمط الحياة تغير الإجابة الصحيحة هي بي within the last 20 years في خلال العشرين سنة الأخيرة Five Ledger today is the space even before الترفيه اليوم A عن قبل الإجابة الصحيحة هي D Much more varied in cost than even before أكثر تنوعا في التكلفة عن قبل Six A word from the passage that means put is space كلمة في القطعة تعني put الإجابة الصحيحة هي بي pop هما الاثنين معناهم يضع Seven Persuade in the passage means space كلمة persuade في القطعة تعني الإجابة الصحيحة هي A convince يقنع Eight According to the passage communications became space وفقا للقطعة التواصل أصبح الإجابة الصحيحة هي C faster أسرع تعالوا بعد كده ليه الترجمة Egypt is the birth place of civilization We should be proud of our country and its rich and long history الترجمة الصحيحة هي B إن مصر هي مهد الحضارة فيجب أن نكون فخورين ببلدنا وتاريخه الغني والطويل الخطأ في A هو مفاخرين والقصير والخطأ في C هو مفاخرين والخطأ في D هو أيضا مفاخرين وعندنا كمان التحضر To the correct English translation إن استزراع الصحراء وبناء المدن الجديدة ينمي الاقتصاد القومي ويحل الكثير من المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية الترجمة الصحيحة هي D Reclaiming the desert and constructing new cities Enhanced the national economy and solve this many political, social and economic problems الخطأ في A هو conducting والخطأ في B هو saves والخطأ في C هو conducting طالب بعد كده نشوف القصة Number one What do you think of Cordelia's character ما هو رأيك في شخصية Cordelia أقول له I think she is an honest daughter أعتقد أنها ابن أمينة who shows her loving actions التي أظهرت حبها بالأفعال 2- Gunnerl and Regan were unfaithful daughters explain Gunnerl و Regan كانت ابنتان غير شاكرتان أو ممتنتان وضح أو اشرح نقول له They deceived their father with false love words and took his kingdom and power هم خدعوا والدهم بكلمات الحب المزيفة وأخذوا مملكته وسلطته 3- What do you think of Edmund and why ما هو رأيك في Edmund ولماذا أقول له he has a bad character هو لديه شخصية سيئة He plotted against his brother and his father for money and power فلقد تآمر ضد أخيه ووالده من أجل المال والسلطة بكده يكون خلصنا مع بعض حل 3 محافظات أتمنى تكونوا فهمتوا واستوعبتوا كويس ما تنسوش تعملوا like للفيديو سبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا كل جديد إن شاء الله مكملين معكم حل باقي المحافظات من بوكلة كتاب المعاصر وحل امتحانات بوكلة كتاب الجيم لو حد عنده أي سأل ما يتوددشه أن يسألنا في الـ Comments وإن شاء الله هنرد عليكم ربنا يوفاكم يا جماعة بنشرح تفصيل كتاب جيم والمعاصر والمرشد واحتمال نضيف كتاب كمان غالبا حيب إيه وان غالبا من قد يبا جينياس المهم ربنا هيكله إن شاء الله يا جماعة بنقرأ الكلمات بالصفية بالثباتة حيوة جدا وفقا لقمص ونحل جميع الأسئلة اللي في الوحدات وبنقرأ نص الليسننج والريدنج كمان تعالوا نشوف المراجعة يا جماعة بنحل جميع الكتب جميع الملحقات اللي بتجميع الكتب الامتحادات اللي فيها تفصيلية وامتحادات السنين السابقة بالتفصيل بالتفصيل يا جماعة ما بيسيفش امتحاد ما بيشيفش جزئية من الكتاب إلا بتلحان حضرتكم يا جماعة بنبذل أقصى جهد أنا والفريج العامل بتاعي لحل مشكلة كتابة الإسان الأولى وتانية سنوي وكمان التاراجراف لطلاب الأزهر وست أسطر بتوى ثالثة سنوي بنبذل فيها مجهود مش طبيعي عشان قادر من تخلق موردي عندكم دي نزبطت إن شاء الله مشكلة المحادسة اللي بيعانيينها طلاب الأزهر الشريف بنحللهم على السمارت بورد ما لا يقل عن مينة محادسة وبنشرح إزاي اللي الطالب يتعامل مع سؤال المحادسة شرح تفصيلي لكل الأشياء دي ربنا سبحانه وتعالى وفقكم ويجعلن إن شاء الله يا رب تكون سنة طيبة جدا لعلينا وعليكم بإذن الله حنبذل أقصى جهد عندنا بس أنتوا كمان تدفعلوا معنا وفقكم الله